السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي فيديو اليوم سيكون تتمى الفيديو اللي فيت سنشارك معكم في حلوة سهلة وبسيطة والكل يعشقها حلوة الكوك أو حلوة ريش بوند المحبوبة عند الكل وضروري منها متكل حاضرة في طبيلة الفطور ديال النهار العيد إن شاء الله لدى ديالها في البساطة ديالها فهذه الحلوة تهدو تقليديين كيكون ولدات بزف وكتكون عندهم واحد النكهة خاصة في الطبيلة ديال الفطور فاليوم سنشاركها معكم بالنكهة ديال الحمض أو الليمون سنشاركها معكم بطريقة جد جد بسيطة كتجي شيشة وكتجي لديدة بزف بالنسبة للمكونات سنحتاج جوج ديال البيضات تقدروا هنا دافو المكونات سنحتاج كاس ديال العنباء ديال الزيت وكاس ديال العنباء ديال السكر حبيبات تقدروا السكر تنقصوا أو تزيدوا سنحتاج جوج ديال الحمضات أو الليمونات سنحتاج القشرة ديالهم عندي صاشي ديال الفاني وصاشي ديال خاملات الحلويات رابعة ديال الزبدة والدقيق سيبقى على حسب الخالي سنأخذو هنا الزبدة ستكون بحرارة المطبخ ستقدروا لها الطريقة هذي كتجي ساهلة في الخدمة وما تعدبكمش وما تشرج لكم وقت كتير سنحكوها في الحكاكة الغليضة من بعد سنضيفو عليها المكونات اللي ذكرت معكم من قبل سكر سنيدة والزيت والبيض وغادي نزيدو عليهم صاشي ديال الفاني غادي نزيدو القشرة ديال الحامضة أو الليمون عندي هنا جوج ديال الحامضات غادي نضيفو هنا يا قبيصة ديال الملح غادي نبدو نخلطو هذي المكونات مزيان مزيان هالطريقة هذي ره ساهلة وكتخدم معكم بهذا الزبدة ما كتشدش لكم وقت وما كتعدبكمش غادي نخلطو المكونات ديالنا مزيان ومن بعد غادي نبدو نضيفو الدقيق بشوية بشوية وحنا كنخلطو او كنعجنو العجينة ديالنا راكم عارفي العجينة ديال الحلوة ديال الكوك او حلوة تريش بون كتبغي تكون خفيفة يعني ما تكونش ما تكونش العجينة يعني كتير فيها الدقيق بزاف لازعتو فيها دقيق بزافرة غادي تجيكم العجينة ديالكم مندقصة وغادي تجيكم قاصحة هنا غادي نزيدو دا ك pussy ديال خاميرات الحلويات وبالنسبة للدقيق هنا يارا غادي تبقوا وضيفو في الدقيق وانتو ما كتخلطو العجينة ديالكم حتى تحصلو على وحد العجينة اللي غادي تكون رطبة ترضى باش ما كانت هاد العجينة ترضى باش ما كتجيكم الحلوة ديالكم ديال ريش فوند كتجيكم هشيشة وما كتجيكمش مدقصة بزيف حاولوا ما تكتروش لها دقيق بزيف فهذه تقريبا طريقة تقليدية اللي كانوا كيخدموا بها الأمة هات ديالنا كيخدموها بالزبدة والزيت كتجي صراحة هشيشة وكتجي فيها واحد الماداق اللي يزوين بزيف بالنسبة للقشرة ديال الحمد قدروا تعودوها انتوما بالقشرة ديال البرتوقال فهنا يا هذا هو الشكل ديال اللي عجينة ديالنا كيما كتشوفو كتجي رطبا رطبا فهنا يا غادي نحاول انني نشكلها وتشكل معكم يعني بسهولة ما تكتروش لها الدقيق كيما كتلكم باش ما تجيكم شاجينة ديالكم مندقصة في الداخل وتجيكم لحلوة ديالكم قاصحة هنا غادي نبدو نشكلوها كويرات صغار إلا كنتو بغيتوا تديرهم تلاسقوهم غادي تديرهم تقريبا قد العبار ديال الزيتون يعني يكونوا صغيرين بزيف لأن فيهم الخميرة غادي يزيدوا يضعف الحجم ديالهم في الفران فإلا كنتو غادي تديرهم غير فرديين غادي تديرهم في القياس غادي تأخدوا تديروا وحدا وغادي تجربواها في الفران إلى بنت للكم يعني تزادت في السمك ديالها غادي تتبعوا على ذاك القياس هنا الفران كيكون سخون غادي نشعلوا للفق والتحت وغادي نديروا الحلوة ديالنا في الغص من نسبة لطياب ديال هذي الحلوة هذي راهمك تبغيش مزيان حتى كتتحمر الفران كيكون سخون وطياب ديالها يعني غادي ت stimكرها سوف نضيفها في الكمفيتير و تعودوا تدرها في الكوك لا يجيكمش يعني باين في هذا التحمر بزا شوفوا الشكل ديالها من بعد ما خرجناها من الفرن كتجي مدهبة بهذه الشكلة من بعد غدي ندوزوا باش غدي نقدوا الكمفيتير اللي غدي نغمسوا فيه او غدي نديروا فيه هاد الحلوه هدي غدي ناخد هنا كسرونة و غدي ندير فيها كمية ديال الكمفيتير اللي كيكون جاري و كيكون مطلق بهذه الشكلة غدي نضيف عليه تقريبا هنا واحد نص كاس او اربع كاس ديال ما الزهر على حسب الكيمية اللي عندكم دمه غدي ندير ساشي ديال الفاني و غدي نديرهم على نار مهيلة غير غدي يدوب لنا ذاك الفاني و يسخلينا ذاك الكمفيتير هنا غدي نحاولو نديروا في ذاك الحلوه ديالنا و غدي نخليوها تقريبا واحد ثلاثة ولا اربعة ديال دقيق حتى تشرب لنا مزيان مزيان ذاك الكمفيتير باش كتجيكم هشيشة يعني ما تديروهاش وتحيدوها مباشرة من الكمفيتير هنا غدي نديرها في ذاك القويغتات و غدي نعطيكم واحد فكرة على هذه القويغتات هادو يلا بغيتوا تستعبلوهم فبحال هذه الحلوية هادو فبالنسبة للطريقة يعيوض ما تاخدو ذاك القويغتات وتفتحوهم يعني تبسطوهم غدي تديرو لهم هات طريقة هادية تاخدوهم غدي تبدو بحلقة تضغطو عليهم من جنب باش كي يجيكم الفورما ديالهم بهذا الشكل هادا شوفوا الطريقة رواضحة انتو ما غدي تشوفوا الفرق اللي كتليكم في الورقة ديالنا عيوض ما تديرو لها الطريقة هادية يعني تبسطوها و تجيب هاد الشكل هادا غدي تديرو لها هات طريقة هادي و كيجو ساعدين في نفس الوقت كتبقى ديك الحلوة شهات دالينا في ذاك القويغتات ما كتطحش منهم هنا ايام بعد الحلوة ديالنا ما كتكون يعني رقدناها شوية في ذاك القونفيتور غدي نحيدوها و غدي نديروها في صفايا ضروري يديروها في صفايا باش ما يخسرش لكم ذاك الكوك ديالكم و يجي كامل متلبس لكم بذاك القونفيتور هاد طريقة هادية سهلة و في نفس الوقت كيبقى ذاك القونفيتور عفوا ذاك الكوك كيبقى اللون دياله بيض و كيبقى نقي باش كتدوزوا في الحلوة ديالكم كاملة ما كيخسرش هنا كتدوزوها في الكوك و كتدروها في الغطاط ديالكم و كتقدموها بصحة و راحة كتجي بهذا الشكل هادا كتجي صراحة من اهلد ما يكون صراحة انا من عشاق ديال الحلوة هادي كتعجبني بزف و ضروري اي عيد كان او مناسبة كان نوجدها فشكل ديالها كتجي لديدة بزف و كتجي هماوية و صراحة كتجي في المنظر ديالها زوينة بزف الوصفة ديالنا كنت بهذا الشكل كانت منتنا لإعجابكم بصحة و راحة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر